السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد احب اقدم شكر وتقدير واحترام لكل الناس اللي موجودين عندي في القناة سواء متابعين عاديين او سواء اصحاب قنوات كلكم كلكم الله اجزاكم خير يا رب وشكرا شكرا للناس المحترمين وشكرا للعقول الراقية وشكرا للناس اللي عندها محتوى محترم واللي بتحترم نفسها واللي بتقدم حاجات اول حاجة هي بترعي ربنا فيها تاني حاجة هي حاجات مفيدة للناس ان شاء الله باذن الله العظيم الفيديو بتاعنا النهاردة ايه هو انسب وقت لنشر فيديوهاتنا على قناتنا يعني انسب وقت هل هو في النهار ولا في الليل المغرب العصر انا هقول لك يا جماعة اول حاجة خالص لما نيجي ننشر فيديو ده بالنسبة للناس اللي هما بتعطط طبخ يعني بما ان اغلب اللي عندي طبخ فانا بقدم لهم نصيحة الوجه الله لما يكون انتي عاملة فيديو طبخ وعايزة تنشريه وطبعا كلنا يعني بنتعف في التصوير ومعروف يعني اول حاجة خالص انا انصحك نصيحة الوجه الله ما تنزليش الفيديو على طول غير لما تنويهي له الاول ازاي انا جيت مثلا ولنفترض ان انا طبخت محشي اجي اخد طبق من المحشي اللي انا طبخاه وقدمه بشكل كويس مع شريح خيار مع اوراق بقدونس اي حاجة بقى كل واحدة وزقها التقديم ده يا جماعة كل واحدة وزقها اقدمه كويس جدا واخليه شكله حلو قوي وأصوروا فيديو خمسين ثانية الخمسين ثانية دول أتكلم عليهم أول حاجة أبدأ بتحية الإسلام تاني حاجة أرحب بالمتابعين تالت حاجة أنوه أن أنا هنزل الفيديو ده مثلا الساعة 8 في الليل انتظروا فيديو المحشي دي حاجة كويسة جدا جدا وتاني حاجة وأفضل طريقة لتنزل الفيديو هو بيكون من 6 لحد تاني يوم الفجر الوقت ده كله مناسب لأن ده الوقت اللي الناس بتكون متواجدة فيه على اليوتيوب يعني بتكون الناس كلها جلسة وما فيش وراها أي حاجة وكل واحد خلص شغله اللي بتشتغل في النهار واللي بتطبخ واللي بتربي عيالها الليل ده بيكون الناس جلسة فيه فهو ده أنسب وقت لتنزيل الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله